إمت من وقت أو من سن كم سنة قررت أنت تساعد باباك تساعد أسرتك أن أنت ما تبقاش حمل عليهم لأ أنا من صغري أتمنى أن أنا أبقى معايا حاجة أديها هدية الأم أم اللي صبرت علي اللي طلعت عينيها يعني هي طلعت عينيها بجد يعني أم دي طلعت عينيها مني خالص وربنا يخليها لي ويباركلي فيها إن شاء الله ويتم شفاها على خير ويلاقي إن إحنا عايشين ببركتها دي أنا دي دي البركة بتاعتنا فأنا كنت أتمنى وأنا طفل صغير حوشت فعلا ما كنت شغال مطربة على حاجة حوشت خمسة جنيه عشان كنت شفت أشرب فظيع كده شال كده كبير كان في الفترة دي بخمسة خمسة جنيه ده رحت جبته في عيد الأم ولما اتخنت معا زلتها قلت لهات الأشهر بالله ناجد ليه كده يا حماد؟ كانت لسه عارف لسه عمال قلبي بقى هيرف رف يعني أول هدية جبتها حوشت خمسة جنيه دبتها خمسة جنيه أه والله وفعلا من ضلين يعني انت وباك سافر فترة بر مصر؟ سافر فترة واكتهد والدي اكتهد علينا جدا دخلنا أحسن المدارس وتعب معانا جدا حبي يوسع رزقه ودخله فسافر زيه هو متوفقش في السفر بس الحمد لله في فترة سفرة دي كنا احنا نعتمد على نفسنا وهو كان برضو بي يبعت لنا لكن الحمد لله هو طيب بما انك قلت انك شخص معتمد على نفسك وتعمل كل حاجة احنا نعتمد على نفسك وتعمل كل حاجة